السلام عليكم وأهلا بكم في الحلقة رقم 10 من سلسلة أدرينالين A-Z للتدريب السيدلي هنكمل كلامنا إن شاء الله يا شباب على حرف A وهنتكلم النهاردة عن الأبيكسيدون الأبيكسيدون ده متكون من مادة فعالة اسمها الرسبيردون والرسبيردون ده تبع الأنتي سيكوتك دراج هنبدأ كده الأول بـ overview نفهم منه يعني إيه سيكوتك وإزاي نقدر نقول إن الشخص اللي قدامك ده حصل له سيكوتك وإيه أسباب المشكلة وإزاي نقدر نعالج المشكلة وإيه الـ adverse effect اللي هتحصل نتيجة استخدام الـ anti-sychotic drugs المشكلة اللي هنتكلم عليها النهاردة مرتبطة بالدوبامين ومشاكل الدوبامين معانا عموماً في الـ CNS بتتقسم لحاكتين يا إما زيادة في الدوبامين أو نقص في الدوبامين تعالوا كده نتعرف مع بعض على أماكن وجود الدوبامين في البرين وإيه هي الوظائف اللي بيعملها في الأماكن دي أول حاجة موجود في منطقة الـ Negrostriata Pathway والمنطقة دي الدوبامين فيها مهم جداً فهنلاقي المكان ده مليان دوبامين ولو نقص الدوبامين هنا هيعمل باركنسونيزم مرض الشلل الرعاش كمان موجود في منطقة البتيوتري جلاند ودوره في البتيوتري جلاند برضو مهم جداً لأن فيه علاقة ما بين الدوبامين والبرولاكتين العلاقة اللي ما بينهم علاقة عكسية يزيد الدوبامين يقل البرولاكتين والعكس صحيح يقل الدوبامين يزيد البرولاكتين طيب لو الدوبامين قل في المنطقة دي إلا هيحصل؟ هيحصل هايبربرولاكتينيميا يعني البرولاكتين هيزيد ولما يزيد البرولاكتين هيعمل انفرتلتي وامبوتنس وأعراض تانية كتير المهم كده إحنا عرفنا إن عندنا مكانين في البرين موجود فيهم دوبامين ودوره مهم جدا فيهم وما ينفعش إلا عن الطبيعي كمان موجود في منطقة الفومتينج سنتر لكن بنسب قليلة ولو زاد هنا هيعمل نوزيا أند فومتينج وهيبقى أحد طرق العلاج بإننا نقفل الدوبامين في المكان ده عن طريق الدوبامين ريسبتور أنتاجونست وتكلمنا عن موضوع ده كامل بالتفصيل في حلقة الفومتينج كمان موجود في منطقة الميزوليمبك باثوي والميزوكورتكال باثوي نركز بقى علشان ده موضوع حلقة النهاردة وجود الدوبامين في الميزوليمبك والميزوكورتكال بنسب طبيعية مسؤول عن الزكاء والاستنتاج والتوقعات تلاقي الشخص نبيه وبتوقع الحاجة قبل ما تحصل وبيكون عنده رؤية مستقبلية جيدة ولكن خلي بالك وجوده في المناطق دي زي ما قلنا بنسب طبيعية لكن لو زاد عن الطبيعي هيعمل مجموعة أعراض بنسميها سايكوزيز وفي الحقيقة هو مش بيزيد مرة واحدة لأ هو بيبدأ يزيد تدريجي يعني في بداية الزيادة هتبدأ تظهر علامات تدل إن الشخص ده داخل على سايكوزيز ومن العلامات دي هتلاقي المريض بقى زاكي جدا وتوقع للأحداث بقى بشكل غريب لحد ما الدوبامين يزيد أكتر فيحول الزكاء والاستنتاجات دي لمعتقدات غير طبيعية وتبدأ تظهر السايكواتيك سيمتومز اللي من ضمنها السكيزوفرينيا الفصام والسيفير ديبريشن اكتئاب وأحكي لكم على قصة كده سريعة حصلت معايا شخصيا وأنا في فترة الكلية كان معانا صديق ما شاء الله زاكي جدا وتقريبا ما كانش بيذاكر طول الترم كان بيجي فترة الامتحانات ويذاكر وفي الآخر كان بيجيب تقديرات كويسة جدا أفضل حتى من الناس اللي كانت بتحضر طول الترم المهم في سنة خمسة الشاب ده بدأ يقول كلام غريب زي مثلا أنا المفروض ماكونش عايش هنا أنا أفضل بكتير جدا من كل الناس اللي حوالي وأكيد أنا تبع ناس لحد من الأنبياء أو العلماء المهم كنت مفكر أنه بيهزر وأخدت كلامه بدحك وهزار ومكنتش أعرف أن ديه أعراض السايكوزيس ولما كنت بسأله إيه دليلك على الكلام ده كان بيرد علي برد غريب يقول لي أنا بسمع ناس في ودني بيكلموني وبيقولولي أنها بقى حاجة كبيرة في المستقبل وفي أوقات كمان بتخيل الناس دي قدامي ولما كنت بتناقش معاه وفهمه أن الكلام ده مش حقيقي كان بيرفض النقاش ومقتنع أن كلامه هو الصح وفي الحقيقة المريض في الفترة دي بيكون محتاج يبدأ في العلاج ويتعامل مع حد فاهم زي مثلا دكتور نفسي بحيث يفهم حالته ويحاول يتناقش معاه من وجهة نظره وما يحاسسوش أنه مجنون وإلا الشخص ده لو يتعامل مع ناس مش فاهمين حالته وحاسسوه أنه مجنون هيبدأ يتجنب كل الناس ويعزل نفسه ويدخل في سيفير دي بريشان وده اللي حصل فعلا مع صديقي وبدأ يفقد كل اهتماماته وبعد فترة اختفى وللأسف ما كانش عندي علم بالحالة المرضية ولا أعراضها طيب إيه الأعراض اللي هتظهر على الشخص اللي قدامك وتقدر تحكم عليه أن حصل له سايكوزيس لأن وارد أن الموقف ده يتكرر مع أي حد فينا أول حاجة المريض بيحصل له ديلوجن يعني بيكون عنده زي ما قلنا معتقدات وأفكار غريبة واللي بيأكد للمريض المعتقدات والأفكار دي حاجتين أنه بيكون عنده هلاوس سمعية بنسميها auditory hallucination وهلاوس بصرية بنسميها visual hallucination فالهلاوس السمعية والهلاوس البصرية بيأكدونه المعتقدات والأفكار اللي هو مؤمن بيها ومهما تجادل معاه هتلاقيه مقتنع بكلامه أنه هو صح ومتأكد من كلامه 100% فالثلاث أعراض دول اللي هم الديلوجن والهالوسينيشن سواء auditory أو الvisual بنسميها positive symptoms بعدين المريض هيدخل في severe depression ويبقى socially isolated دايما منعزل ولو بصيت عليه وقته عزلته ممكن تلاقيه بعيد بدون سبب واضح كمان هتلاقيه معادش مهتم بحاجة حتى لو حاولت تقوله خبر يفرحه هتلاقيه معادش يبتحك ولا مهتم أصلا أنه يسمعك هو دايما بيفضل أنه يوعد لوحده لا تلاقيه بيظهر في تجمع عائلي ولا عاوز يخرج من مكانه ودي اللي بنسميها negative symptoms يبقى لو شخص ظهر عليه positive symptoms اللي هم الديلوجن والأدتري هالوسينيشن والفاجوال هالوسينيشن بالإضافة للnegative symptoms زي severe depression وsocial isolated و lack of interest كده نقدر نقول إن الشخص ده حصل له psychosis طيب إيه سبب psychosis حصل نتيجة زيادة الدوبامين في الميزوليمبك والميزوكورتكال باثوي بس تخلينا أكون واضح معاك زيادة الدوبامين في الأماكن دي هي اللي عملت positive symptoms لكن لون negative symptoms مرتبطة أكتر بزيادة السريتونين في الميزوليمبك والميزوكورتكال طيب كده إحنا أخذنا overview وفهمنا المرض وعرفنا إن سبب زيادة في الدوبامين والسريتونين في منطقة الميزوليمبك والميزوكورتكال طيب لو قلت لك تعالوا كده نفكر مع بعض في علاج للحالة دي أول حاجة هتفكر فيها وهتقول لي إننا نعمل دواء يقفل الدوبامين في المكان ده تفكير جميل بس هل الدوبامين ده نوع واحد؟ لا ده في منه خمس أنواع دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 لقوا المسؤول عن السايكوتك ديس أوردر هو الدي 2 فعملوا أدوية تقفل الدي 2 ريسيبتور والأدوية دي أسموها لفيرست جنريشن أو تيبيكال دراجز اللي هي الأدوية القديمة ودي هتقفل فقط الدوبامين ريسيبتور اللي هو الدي 2 ريسيبتور ويكون تأثيرها قوي جدا على الدوبامين وبعدين لما فكروا أكتر في الموضوع وعرفوا إن الدوبامين لوحده مش أساس المشكلة لا ده كمان السريتون المشترك معاه وعمل النيجاتف سيمتومز فعملوا مجموعة تانية من الأدوية سموها الساكن دي جنريشن أو أتيبيكال دراجز اللي هي الأدوية الحديثة ودي هتقفل الدوبامين ريسيبتور اللي هو الدي 2 ريسيبتور بالإضافة أنها هتقفل السريتوني ريسيبتور ولكن تأثيرها هيبقى قوي على السريتوني وأقل على الدوبامين ومن الشرح ده نقدر نقول إن الفيرست جنريشن هيعالج البوزتف سيمتومز فقط لكن الساكن دي جنريشن هيعالج البوزتف سيمتومز والنيجاتف سيمتومز طيب الرسبريدون المادة الفعالة اللي في الدواء بتاعنا اللي بنتكلم عليه الوقتي تبع إيه فيهم؟ تبع الساكن دي جنريشن الأدوية اللي هتقفل الدوبامين والسريتونين بالتالي هيعالج البوزتف والنيجاتف سيمتومز طيب تعالوا كده نشوف الدواء بتاعنا ده هيشتغل إزاي؟ الدواء ده زي ما قلنا هيقفل الدوبامين والسريتونين بالنسبة للدوبامين هو للأسف هيقفل كل الدوبامين في البرين تعالوا كده نشوف الكلام ده هيحصل إزاي؟ أول حاجة الدواء هيروح لمنطقة الميزوليمبيك والميزوكورتكال وهيقفل الدوبامين عنهم ولما يقلل الدوبامين في المنطقة دي هيرجع الوضع الطبيعي وهيبقى كده فعلاً عالجنا مشكلة الدولوجن وموضوع الهالوسيونيشن المرتبط بزيادة الدوبامين كمان الدواء هيروح لمنطقة الفوميتينج سنتر وهيقفل الدوبامين عنها ومنطقة الفوميتينج سنتر اللي قلنا إنها مسؤولة عن الترجيع فلما يقفل الدوبامين هيرجع الوضع الطبيعي وبكده يبقى إحنا عالجنا الترجيع تمام كده لحد هنا مفيش مشكلة ونقدر نعتبر ان دول وظفتين للدواء بتاعنا نيجي بعد المشاكل اللي هتحصل نتيجة اننا قفلنا الدوبامين وهنعتبر ان دي هي الادفرز افكت بتاعت الدواء بتاعنا الدواء هيروح لمنطقة النيجروستريات الباثوي اللي قلنا ان الدوبامين فيها مهم فهيقفل عنها الدوبامين ولما الدوبامين هيقل هنا هيحصل اعراض شبيهة بالبركنسونيزم بنسميها اكسترا بيريميدال سندروم كمان الدواء هيروح للباتيوتري جلاند فهيقفل عنها الدوبامين ولما يقل الدوبامين هيزيد البرولاكتن اللي هيبقى من اعراضه انفرتلتي وامبوتنس وسيكشوال دسفنكشن واندوكراين دستربانس كمان من ضمن الادفرز افكت نيوروليبتيك ماليجنانت سندروم ودي عبارة عن اوتونوميك دستربانس يعني كل الاوتونوميك نيرف السيستم عنده بتتلخبط يعني فجأة ممكن يحصل للمريض هايبرثيرميا وممكن يحصل مصر رجدتي وكمان ممكن يدخل في كونفالجن وممكن يحصل هايبرتنشن وممكن يحصل سويتنج وطبعا الكلام دا لو حصل فالحل هنا ان المريض يوقف العلاق فورا ويرجع للطبيب اللي متابع معاه لان دي حالة لايف ثريتنينج يعني مهددة لحياة المريض وكمان لقوا ان الدواء دا مش سيلكتف على الدوبامين فقط لا دا كمان هيقفل في طريقه الالفا ريسبتور والمسكرينيك ريسبتور ولما الدواء يقفل الالفا ريسبتور المريض يحصل له أورثوستاتيك هايبوتينشن يعني المريض هيقول لك يا دكتور ان لما بقوا من النوم بحس نفسي دايخ ومفيش اتزان او لما بكون قاعد واجأه في مرة واحدة بحس ان دربات قلبي سريعة ودايخ وكأنها هيغم عليها هو دا الأورثوستاتيك هايبوتينشن وكمان نتيجة اننا هنقفل الالفا ريسبتور هيحصل سيكشوال ديسفانكشن وخصوصا الرجال يحصل لهم فيلر اوف ايجاكوليشن ولما يتقفل المسكرينيك ريسبتور هيحصل أتروبين لايك اكشن اللي هما بلير ديفيشن دراينيس اوف بادي سيكريشن يورين ريتينشن جلوكوما تاكيكارديا كمان من الأعراض المشهورة جدا وخصوصا مع الساكن دي جنريشن ويت جين هنلاحظ زيادة في وزن المريض اللي بيستخدم الأدوية دي مش قولنا ان المجموعة دي هتقفل دوبامين وسيريتونين او بسبب السيريتونين اللي قفلنا دا حصل ويت جين تعالوا كده نفهم الكلام دا بيحصل ازاي مع بعض موضوع الجوع والأكل عموما مرتبط بالسيريتونين في البرين بعض الأماكن في البرين في الهايبوثالماس اللي فيها سيريتونين ريسبتور هي المسؤولة عن موضوع الجوع وبما ان الدواء بتاعنا هيقفل السيريتونين ريسبتور اول ما يتقفل السيريتونين هيبدأ يحس بالجوع ونتيجة الجوع ده هيبدأ يأكل أكتر وده هيعمل ويت جين زيادة في الوزن عشان كده لما بفكروا يعملوا أدوية بتزود الوزن بيصنعوا أدوية تقفل السيريتونين في البرين فخدها قاعدة أول ما تسمع أن فيه دوا بيقفل السيريتونين في البرين تبقى عارف أنه هيعمل ويت جين ولمعلوماتك المشاكل بتاعة الدوبامين دي هتبقى أكبر في الجيل الأول لأن تأثيره على الدوبامين أقوى لكن هتكون أقل في الجيل الثاني لأن تأثيره على الدوبامين بيكون أقل وبكده الحمد لله نكون خلصنا الحلقة رقم 10 من سلسلة أدرينالين A2Z للتدريب السيدلي يارب تكون المعلومة وصلت بشكل واضح وأتمنى تكونوا استفدتم اكتبوا لي انتبعكم عن الحلقة في الكومنتز شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته